مجدداً تضغط إيران لانتزاع التزام أمريكي بشأن الاتفاق النووي فقبل ثلاثة سابعة من العودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا تهران تطالب واشنطن بتقديم ضمانات على أنها لن تتخلى عن الاتفاق متحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن على الولايات المتحدة إثبات أنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إذا نجحت المحادثات في إعادة إحيائه الخارجية الإيرانية رفعت سقف شروطها أيضاً إذ لم تكتفي بطلب ضمانات بل طالبت واشنطن بالاعتراف بخطائها في تخلي عن الاتفاق وقبلها بأيام حذر مسؤول إيراني كبير من أن المفاوضات ستفشل ما لم يتمكن رئيس الأمريكي جو بايدن من ضمان عدم انسحاب واشنطن مجدداً منه كما طالبت إيران الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتجنب ما وصفته بالمطالب المبالغ فيها في مباحثات إحياء الاتفاق وتعود تهران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات في فيينا في 29 من هذا الشهر في محاولة لإحياء الاتفاق النووي بعد خمسة أشهر من التأجيل إذ توقفت المفاوضات في يونيو الماضي بسبب معلن هو الانتخابات الرئاسية الإيرانية فترة كشفت فيها تهران مراراً عن رغبتها في العودة للتفاوض مؤكدة أنها ستحترم كامل التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما عادت واشنطن إلى التزاماتها لكنها كانت تتخلى تدريجياً في الوقت نفسه عن التزاماتها في هذا الاتفاق إذ أعلنت إيران مؤخراً عن ارتفاع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى نحو 25 كيلو جراماً فيما اعتبر محاولة إيرانية للضغط على القوى الغربية للحصول على مكاسب على طاولة المفاوضات